من الله الرحمن الرحيم محاضرة ما راح تكون عن أنواع الشبكات ضمن دورة انترنت الأشياء وتطبيقاته تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أهم الأدوات اللي ممكن أن يستخدمها التكنيكل في بيان أو كذلك توضيح الشبكات وكذلك انترنت الأشياء اللي هو متمثل بالباكت ريسر تعلمنا يعني أساسيات بسيطة جدا حول هذا التطبيق أو نقدر نسميه وكذلك تعلمنا أنه كيف أنه يتم افتيار الأجهزة وكيف أنه يتم توصيل هذه الأجهزة وكذلك معرفة المنافذ وغيرها من الأساسيات اللي تضمنها الخاص بأساسيات معرفة الباكت ريسر وصلنا إلى أنواع الشبكة مثل ما تعرفون يعني الأنواع الشبكات اللي نقصد بيها شبكات الإنترنت هي أنواع مختلفة يعني تضمن أنواع مختلفة وكل موظيفة محددة مثل ما تلاحظون هنا أمامكم هنا يتحدث لي عن قد تكون الشبكات الحديثة مربكة لأحضن ما تمت العديد من الأنواع المصنفة هنا يتحدث لي عن يعني أنواع مختلفة من شنوى أنواع مختلفة من الشبكات رح نجي هذه الأنواع نتعرف عليها بالتفصيل وطبعا عملية أن تحديد هذه الأنواع ضمن الإنترنت يعني شبه أن تكون يعني صعبة في بعض الأحيان ليش؟ لأن فبكة الإنترنت هي شبكة من الشبكات وتضمن أنواع مختلفة من هذه السبكات أو تضمن يعني أنواع مختلفة من ربط الأجهزة واضح فثمت العديد من الأنواع المصنفة حسب الحجم الجغرافي حسب الحجم الجغرافي وحسب عدد الأجهزة أو الشبكات التي تتساصل بها وحسب ما إذا كانت تدعم الأجهزة المتنقلة أم لا إذن أكو معايير اللي هو الحجم وكذلك عدد الأجهزة أول ما هو الشبكة الشخصية البام الشبكة الشخصية البام هذه طبعا متمثلة بإش متمثلة بالبليوتوث تتميز الشبكة الشخصية بأنها شبكة صغيرة حيث تكون الأجهزة الماسمتية المتصلة في نطاق الوصول الشخصي نطاق إش الوصول الشخصي ويضرب إش توصيل هاتفك الذكي بالسيارة عبر البليوتوث مثلا للشبكة الشخصية كمثال وكذلك عملية التصال اللي يتم من خلال البليوتوث إذن هذا هو إيش مثال وهذا الشكل رقم واحد الشكل رقم واحد هذا هو مثال عن شبكة البي اي اي اين أكو عندنا الطان وكو عندنا الان وكو عندنا شبكة الوان إذن هذا نوع من أنواع الشبكة يعني يا رات إنه تأخذوا بنظر الاعتبار إذن النوع الآخر من أنواع الشبكات هو اللام اللام هذه طبعا خلنا نقول أنواع مذكورة جدا وغالبا تكون مذكورة في كتب الشبكات وإحنا كقاعدة أساسية أي كتاب شبكات أي كتاب شبكات يعني ممكن أن يعني تقرأوا راح تلاحظون أنه ما يفرض عن ثلاثة أو أربعة عناصر أي كتاب شبكات ما يفرض عن أربع عناصر العنصر الأول هي شنو؟ الأجهزة والعنصر الثاني هي الميديا الوسط الناقل سواء كان ويرلس والعنصر الثالث هي يعني اللي هي تقوم بعمليات والعنصر الرابع اللي هو شنو؟ اللي هو الميسيجز واضح؟ إذا نحن عدنا الشبكات كل كتب الشبكات ما تخرج عن هذه الأربع عناصر في المناهج الحديثة تم اختصارها يعني فقط تلقي وتلقي وتلقي واضح؟ إذن احنا كل كتب الشبكات يعني إما تجد الكتاب يتحدث عن الابراتو أو تجد يتحدث عن الـ سواء كانت هذه الـ مثلاً مثلاً يتحدث عن الشسمة يتحدث عن الـ والانترميديري والانترميديري ديفايز والانترميديري ديفايز هي يعني هذه الأدفذة التي تكون هي في الوسط يعني وسط الشبكة وتكون عملية المانجمينت المانجمينت للداتا بين السندر والروسيفر إذن شبكة اللان عادة ما تكون عبارة عن شبكات في محيط ديغرافي صغير أو محلي في منزل أو شركة صغيرة أو قسم دافل شركة كبيرة إذن بالنسبة للان هي شبكة المنزل مثال بسيط عن اللان شبكة المنزل يمكن أن توصل شبكة اللان جهازين أو أكثر توفل جهازين أو أكثر من بينها بزرعة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاصل كية توفر شبكات اللان وصولا إلى شبكات أوسع نطاقا أكيد أنه أنت لما نتصل بشبكة اللان هذه الشبكة هي تتصل بالإنترنت شبكة المنزل وشبكة المنزل هي عبارة عن أكثر يعني شبكة الإنترنت العفو هي عبارة عن أكثر من شبكة وان واضح؟ إذن هي توفر لك يعني شبكة اللان اللي هي الوان أما فبكات واسعة مثل الوان عادة ما يثير مصطلح الوان إلى مضموعة من فبكات اللام التي توفر شبكة شنو لانز دافلية واتصال بالإنترنت للشركات والمؤسسات الحكومية يعني مثال إحنا نجي نأخذ عن شبكة اللام هناك صورة العفو لو تجي هناك تلاحظون هذا الصورة اللي أمامكم هذا اللون وهذا اللون هذا اللون يمثلي شنو يمثلي شبكة لان وهذا اللون يمثلي شنو يا شبكة شبكة اللوان اللي نجي أن أشهر على هذه الشبكة تلاحظون هذا اللون هذا اللون اللي يتمثل بهذا هذا يتمثل لان وهذا يتمثل شنو هذا البرانت كذلك الآخر هذا يمثلي لان وهذا يمثلي شنو وهذا يمثلي لان واضح أما هذه اللي ربط ربط أكثر من لان هذه المساحة هذه يتمثلي بإيش تمثل شبكة الوام تمثل شبكة الوام يعني بمساطة إذا كان عندي شبكتي لام مرتبطات فيما بينهما وعلى different location على different location مثلا يكون واحدة في مدينة والأخرى في مدينة أخرى واضح وهذه different gateway عندها تسمى شبكة الوام عندها نسميها شبكة الوام شبكة الوام مثلا جامعتنا نعتبرها الآن بحالة أن الجامعة هذه تمثل جامعة فهناي عندنا نسترض أن هذا يعني هذا هو عندي فلي أمسح هذا وأشير المن إلى هذا عندي مثلا هذه كانت عندي يعني فلنقول هذا المايكروتيك ما للجامعة وهذا فلنقول هو مزود الفدمة الانترنت سيرفيس وبرفايدر الانترنت سيرفيس وبرفايدر اللي هو فنو المفترض بي اللي هو البريد المركزي اللي موجود عندما يزود جامعة تكريت بالانترنت سواء كان طبعا سواء كانت الميديا وايار أو والا يستطيع فلنلت لا يعتبر مسكي بالنسبة للشبكات طبعا قد تكون من ذهات أخرى يعني لكن ها موضوع لكن عملية الاتصال هو إما تكون وايار أو والا وعائرليس واضح؟ وكذلك الوايار يقسم إلى إما فرض الاوبيتك أو يكون يعني انه هو الكوبل النقاسي واضح وما يكون يعني انواع مختلفة من الكوبل وكذلك الوايار عندنا اما الفيكسي الميتويرك اللي متمثلة بشبكات الواي باكس او الواي فاي او الادهوك اللي هو يعتبر اصعب فيلد في الوايارليس اذا متصلة عند هماي المايكووتك عندنا مع الجامعة مع الجامعة تكريت بالانترنت تلاحظون هذا كلها اصبحت لان اصبحت لان وهذا المايكووتك مالتنا ممكن ان يكون متصل بسويتش وهذا السويتش معطي مثلا الى سويتش اخر موجود في جامعة في كلية وكذلك معطي الى سويتش اخر هذا يكون بالمركز الحاسبة وكذلك معطي الى سويتش موجود في كلية اخرى اذا هذه كلها شبكة وان باعتبار تمتلك جيتوى واحدة يعني البيانات كلها تمر من خلال بوابة واحدة كجيتوى وكل الفلاسيب اللي موجودة هنا الجيتوى مالتها واحدة اللي هي متمثلة بالاي بي مال الراوتر واضح؟ هذه الخلي نقول الغامعة شبكة الجامعة والشبكة الاخر اللي موجودة على ديفرنت لوكيشن هذه الخلي نفترض جامعة كاركوك هذه كذلك عندها يعني سواء كان اكثر هنا حاليا من ديفرنت لوكيشن يعني محقق فيها هذه الريبندنتس يسموها وهذه كذلك الشبكة وهذه الشبكة عمليات الاتصال بيوناتهم بمعنى هو ديفرنت لام واضح؟ عن ديفرنت لوكيشن وكذلك ديفرنت جيتوي عندها تسمى بشبكة الوان واضح؟ هذا يعني شرع بسيط عن هذه الشبكة اللي هي شبكة اللام أما شبكة هنا يتحدث لي عن الوان وأتصور إحنا شرحناها هذه الوان هذه عادة ما يشير مفترح الوان إلى مضموعة من سبكات اللام مجموعة من إيش؟ من سبكات الوان التي توفر شنو شبكة لام ذاتلية واتصالات بالانترنت للشركات والمؤسسات الحكومية بقى من يكون الشرف على الرسم يكون أوضح أما الانترنت هنا يريد عرف الانترنت لو نريد عرفه بناءا على المصادر اللي هي مثلا الكتابة المصدر الطوب داون يعرف لي الانترنت على أنه هو يعني هو شبكة من شبكات الانترنت هي عبارة عن شبكة من شبكات تعرفون أنه الانترنت هو بالحقيقة شبكة من شبكات إحنا عدنا الشبكات تقسم إلى ثلاثة أمواع والتيليفون طيب نقدر نظر عليها نتورك الفان نتورك والكمبيوتر نتورك إذن عنده ثلاثة أمواع من الشبكات الانترنت هو جزء من الكمبيوتر نتورك جزء من الكمبيوتر نتورك ومو كل شبكة تعني هي تمتلك يعني تمتلك سيرغيسيز خدمة مثلا عندنا الانترنت والإكسترنت وعرض الحكومة الألكترانية ممكن تكون انترنت يعني إذا آيت شسمه إذا آيت public ID إذن الانترنت عبارة عن نظام شبكة عالمية متعددة الطبقات تساعد على الاتصال مئات الملايين من أدفذة الكمبيوتر إذن هو عبارة عن نظام شبكة متعددة متعددة خلي نقول متعددة الطبقات اللايارز تساعد على اتصال مئات الملايين من أدفذة الكمبيوتر وليجي هماي بالشكل بالشكل الرقم الثلاثة هذا الشكل اللي أمامكم تلاحظون هذه صورة لعمليات الاتصال عمليات الاتصال اللي تم ظلم هذه الشبكة الفبكة العملاقة شبكة الانترنت على الكرة الأرضية تلاحظون يعني ببساطة إذا كنت آنب هذا المكان كنت بهذا المكاناني حاليا وأتحدث لو أي شخص عند الرابط مال الويبكس في أي مكان من العالم ممكن أن يستمع إلى محاضرتي إذن هذه شبكة عملاقة وإحنا تحدثنا عملية أنه فلنقول عامل عامل توسع الشبكة على حساب إيش على حساب عدد البيانات وكمية العفل البيانات وكذلك على حساب أداء الانترميديري بفايز الأجهزة الوساطية وغيرها إذن الانترنت ليس ملكية خاصة لأيجها سواء كانت فردا أو مؤسسة كذلك هذه ملاحظة هو ليست ملكية خاصة لأيجها سواء كانت فردا أو مؤسسة لذلك أنه يعني يوجد وضع مهم ذبا هي مسألة تقنين الانترنت يعني المفترض هو سنة 2020 كان هي سنة التي من خلاله تم شنو من خلاله تم تقنين شبكة شبكة الانترنت هذه الشبكة العملاقة يعني تلاحظون أنه الانتهاكات التي تم خلال هذه الشبكة يعني انتهاكات يعني نقدر نقول عليها لا يمكن اتفاعها خصوصا الانتهاكات التي تمثل خصوصية الإنسان سنة كان من المقرر أنه سنة 2020 أن يتم تقنين الانترنت هذه الشبكة بحيث أنه يعني توضع مواد هذه المواد عالمية وتوضع من أجل حماية خصوصية الأفراد اللي موجودين أو المستخدمين لهذه الشبكة إذن مسألة التقنين الانترنت هو ضرورية مهمة جدا يعني وكذلك يتحدثون عن هذه المسألة يتحدثون عن يعني موقع الأمم المتحدة هسا لو تدخلوا انتم تنقوا يعني ممكن أن يتجاوز الميت يعني بالآثور بدأ يتحدثون عن هذه المسائل وإلا كانت أي فديث كان أي فديث عن انتهاء خصوصية الإنسان أو انتهاء حقوق الإنسان ضمن هذه الشبكة ماكو أي حديث حول هذا الموضوع رغم أنه إيش رغم أنه تلاحظون أنه كثير من الانتهاكات يعني ويكليكس قامت بعمليات انتهاكات للخصوصية على مستوى وماكو أي رابع ليش السبب شنو السبب عذا موجود تقنين لهذه الشبكة العملاقة وهذه تعتبر من سيئات الشبكة العنقربيوتية شبكة الانترنت يتألف هذا المظام الكبير من سبكات محلية وعالمية متعددة الفرمة والأغراض خاصة وعامة تجارية وأكاديمية وحكومية أي سيتيح تبابل البيانات بين أكثر من 100 دولة متصلة بالانترنت عالميا ما يدعى من الانترنت ماقلة ضخمة للموارد المعلومات والفدامات يتضمن بعضها البيانات النصية وبيانات الوسائط المتعددة والبريب الألكتراني البردش عبر الانترنت والصوت المحمول على الـ IP يعني voice over IP نقل الملفات مفاركة الملفات التجارة الألكترانية واللغة على الانترنت إذن كل هذه تضمنها شنو تضمنها أو تضمنها هذه الشبكة العملاقة اللي هي الانترنت يجي على الشبكات اللاسلكية الوايرلس كذلك الشبكات اللاسلكية هنا يندي الشبكات اللاسلكية هي الشبكات الكمبيوتر تستخدم الموضات الكهرة المغناطيسية بدلا من الأسلاق هنا صراحة الحديث عن الشبكات اللاسلكية مع الانترنت يعني أشبه بإشارة يعني عام أو غاص من عام لأن اللاسلكية هي شبكة يعني هو حديث عن ميديا إحنا الانترنت ممكن تستخدم وير أو وير لس هذه ميديا يعني ممكن يتصلون مي وير يعني ماكو ماكو أي مشكلة هذا هو الهدف أنه تمت عملية احنا نقول عليه احنا نقول عليه اتصال زين ليش ما يتحدث عن الشبكات اللاسلكية لأن فيوع الشبكات اللاسلكية حاليا أغلب الاتصالات أصبحت موبايلة لذلك هو لكرها وإلا هي ممكن هي ميديا يعني من مقونات الشبكة عندنا إما أجهزة أي كتاب شبكات ما يفرض منها الأربع عناصر إما راوت رسويتش يتحدث عن PC أو غير ها من الأجهزة الميبوضة عندنا الشبكة أي جهاز يعتبر هو ضمن الدفايز أو ميديا أو ويرلس أو السيرلس اللي تضمن البيتا وعملية الانكابسوليفن والبراتوكولز فإذن أنه لازم إيش ليس ذكر ما والله سلكية من بوق يعني تسليط الضوء على هذه الشبكات الأهمية ولانتشارها وكذلك هي تتصنف إلى وان ون وكذلك اللي هو الطان إذن هي شبكة الكمبيوتر تستخدم الموجات الكهرة مغناطيسية تستخدم بدلا من الأسلاق لمقل الإثارات عبر أجزاء متعددة من الشبكة إذن هي تستخدم الكهرة مغناطيسية الإشارات أو الموجات العفو بدلا من الأسلاق إذن هذا فقط 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 أنه هذه تستخدم الوايرليس هذه تستخدم الواير يمكن وصف الشبكات اللاسبكية على أنها شبكات شخصية طان كذلك نحن بالبلوتوث كذلك محلية ممكن أني يكون عندي شبكتي في المنزل هي الفبكة يعني أنا مستخدم التيمي اللي هو الوايرليس راوتر وهذا الوايرليس راوتر يبثني ويرليس إذن تولي فبكة لان الفبكات واسعة النطاق ممكن أن يتم عبر إيش مثل ما نصوفها شبكة الموبايل واضح فبكة الإنترنت اللي توفرها شركات الاتصالات هناك ذلك حيث أن استعراض الإنترنت التي اعتبر نشاطا معتابا يوميا يعني أصبحت مقاطع الوصول اللاسلكية موقعا مألوفا في بنية الاتصالات أو الاتصال التحتية في يومنا هذا تضمن المواقع العامة المتصلة بالإنترنت كل من المكتبات المطارات المقاهي ثنادق كلها متصلة بشبكات لاسلكية كذلك مقاهي الإنترنت المتفسصة بفضل تقمية المالفاج يمكن لأي شخص الوصول إلى الإنترنت الآن باستخدام بهذا الكمبيوتر المحمول أو بهذا الكمبيوتر اللوحي التابلت أو الهاتف الذكي السمارتفون والشكل الأربع يوضح لي هايش يوضح لي هذه الأنواع للسبكات اللاسلكية قدنا ثبكة يسموها المنطقة الشخصية واضح personal area network يعني مختصى هذا في إطار وصول الشخص والأمثل عنها هذه الزج بي اللي تستخدم دائما يعني جماعة نستخدمها شريفة في يعني في الرقاقات يعني نستخدمها مع العبويني مع الريزبوري دائما هاي رقاقة تأتي مثل الواي فاي رقاقة الواي فاي تربط وكذلك تنظر مدوتها من أجل توفير التصاب يعني في أطور من البيوتوث الان اف سي كذلك هذه تعتبر يعني تعتبر ضمن مطاق الـ پان نيتورب عندك الشبكة اللان داخل مبنى أو مضمع مبان عندك الواي فاي هذه الشبكة حاليا أنا متصل وياكم من خلال اف متصل بالانترنت من خلال ويرلس في المنزل وعملية الاتصال وياكم وانتوا على أماكن مختلفة من من العراق وظف تذلك شبكة ايش اتصال عبر المدم المهم عبر المدم يعني داخل المبينة مثل هذا هي يعني الابراج اللي تستخدم بعمليات التوضيع خدمة الانترنت طبعا احنا نحتاج بالواي ماكس ان تتغير الاركيتكتر يعني الحواسيب مالتنا لازم يكون بها دطاقة واي ماكس حتى ممكن ان تتصل بالانترنت او ثلاثة واسعة المطاق الوان في جميع منحاء العالم يعني التقنية الثلوية الال تي اي الال تي اي عملية التقنية تحدثنا عنها قبل قليل يعني اللي توفعها شبكات الاتصالات لذلك اكون في اسمه اكون في اسمه بالمصطلح اسمه الكلاود السحابة واضح مثل ما تعرفون الكلاود كمبيوتينج الحوسبة السحابية الحوسبة السحابية اذا نريد نتحدث عن الكلاود ببساطة صرافة انه راح نجي نشرح يعني ببساطة انه اني عندي في مثلا في جامعة تكريت عندي بيتا سنتر يعني قررت انه ابني ديتا سنتر يعني عندي مثلا خاص بتسجيل الطلبة خاص بتسجيل طلبة الدراسات الاولية عندي ما مصات تعليم الالكتروني اشبه بال يعني اشبه بال اللي موجودة في الدول دول المجايرة والدول العالمية يعني عندي مثلا بورتال فذلك اي من التطبيقات قررت انه اسوي ديتا سنتر واضح وهذه الديتا سنتر اللي شوفونها امامكم دي ارسم بيها هذي تحتوي الديتا سنتر كمركز بيانات يحتوي على النيتورك بارت جذوق النيتورك ويحتوي على جذوق السيرفر هذي كترابيشنال ويحتوي سيرفر 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 سير عظران هذا الحاط يعني احنا همشي تصال الفكرة سيرفر سيرفر ويحتوي وهي سيرفر يعني تعرفون هذه أكيد انما عندي هذي الشبكة متصلة عندي تصة متصل بالانترنت سيرفر واضح تلاحظون ان هذه الشبكة 很مفترض نحن عدن وعند سيرفر نخلي عليها الموقع الجامعة نخلي عليها أي من الابليكيشنز اللي نريد نحن نخلي أي فخص داخل الجامعة سواء كان سيتيودينت أو يعني موظف جلائي أن يصل إلى هذه التطبيقات. موجودة عدم مؤسسة مثلا شركة فالمسترض المعهد التعليمي في بغداد. هذا المعهد التعليمي هذا المعهد طلب إيش طلب منا أنه يعني أن نعطي خدمة إيش خدمة لأفضل التطبيقات اللي موجودة اللي هو مثلا التعليم 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 نخلي نقول منصة بلاتفوم واضح؟ بل أنه أنا أرغب أنه أستخدم هذه البلاتفوم مالتكم المنصة منصة التعليمية. نحن نقول له أمانك ثيارا إما أنه يتبني بيوتو سنتر مثلنا يتبني بك نوتوير كلاير وعلاقات موجودة عندك وعندك سيرفرات وسويتشات وعندك فايروول يعني يحمي عندك تعتبر سيكوريتي بارت وإما أنه إحنا ما ما تشتاش كل هذه الأدوذة راح نمطيك أكسس نمطيك أثانتيكيشن بحيث من خلال الإنترنت أنت تدخل على الأبليكيشن وتستخدمه تستخدمه نعطيك أنت يعني تغويل نعطيك لايسنس أنا واضح وأنت منطلال أنه الإنترنت تدخل وتدرب طلابك فهذه يسمونه كلاود هذا شيء يسمونه كلاود يعني أصل في سبكة كلاود كمبيوتين أصلها هي ديتا سنتر حتى اللي موجود عبنا الابرايذر اللي موجود عبنا مثلا بشركة جوجل هذا الابرايذر أصلها هي عبارة عن ديتا سنتر لو نجي ندخل على الديتا سنتر من شركة جوجل راح تلاحظون أنه هي من الديتا سنتر العملاقة يعني هستا لو نجي ندخلها معكم تلاحظون راح أكتب عن الديتا سنتر جوجل ديتا سنتر با سنتر با سنتر با سنتر با سنتر با سنتر خلا أوكي غضا نظر عن خلا نقول الكلاود وأجري أختار الامج الصور تلاحظون فهذه البيتا سنتر الخاصة بجوجل باعه هذا الفاصة الديتا سنتر بجوجل إذن هي عبارة عن ملايين من الراوترات والسويتشات والسيرفرات واضح والستيرجز هذه عبارة عن ملايين هذه تلاحظونها وهذه مواقعها مواقعها في العالم يعني تلاحظون أي الأماكن اللي موجودة يعني أتصور إحنا عدنا في البحرين عدنا موقع تتصور يعني ك المدل أوكي هنا هي تلاحظون أنه ما عرف انه كانت هذه تغطي كل لكن تلاحظون أنه هذه هذه عبارة عن شنو عبارة عن دا سنتر عبارة عن أي شي جباعوا هذه الديتا سنتر مع الجوجل يعني تعرفون اكو الديتا سنتر عمليات تصميمها يعني كذلك احنا عدنا شهادة يسمها CCNI Data Center واضح اذن اصبح شنوه الحوسب السحابة الكلاود اذن كمصطلح حتى تفهموه يعني ببساطة يستخدم المصطلح السحابة الكلاود بطرق عديدة ومختلفة لم تكن السحابة نوع من الشبكة بقدر ما هي مدموعة من مراكز البيانات واضح هي مو نوع من انواع الشبكة هي عبارة عن انه شنوه authenticate access لمركز بيانات بقدر ما هي مدموعة من مراكز البيانات او مدموعة من الفوادم المتصلة المستخدمة لتخزين البيانات وتحليلها وتوفير الوصول الى التطبيقات على الانترنت وتوفير صدمات النسخ الاحتياطي لاستخدامها على مستوى الشخصي او على مستوى الشركة وتوفر العديد من الشركات المختلفة الخدمات السحابية مثل عدم ايش مثل شركة جوجل تلاحظون هذه تلاحظون هي الكلاود اصلها data center واضح اكو بعضهم يعني مركز البيانات والصوادم الموجودة في السحابة مركز البيانات والصوادم كثير من الناس يعني هذه مسألة مصطلح الكلاود عنده مربك واضح باعتبار انه هو اجه يعني مؤثرا وكذلك انه الجامعات هي دائما ما تسلط الضوء على الصرافة الخدمات الحديثة او التطير الحديث حاليا حامل يعني نوع التكنولوجيا هي مون جامعات للأسف انه هي الشركات العملاقة فتة انترنت الاشياء لو ترجعون على التجمع الكميونيتي الخاص بانترنت الاشياء هو عبارة عن مدموعا من الشركات العملاقة واضح شركة سامسونج شركة جوجل يعني هذه الشركات ابل وغيرها وكل واحدة فتة البروتوكولات اللي يعني ابتكرتها وتلقونها هي من ابتكار الشركات طبعا وهذا يهدد دائما نحن نتحدث انه هذا يهدد صلاحية الجامعات اذا الجامعات استمرت على هذا المنوال ممكن ان تكون اكسباير في مجال تكملوديا المعلومات عندنا الابز اللي هي الحافة تفير الفافة الى الفافة المادية لشبكة الشركة هذه كذلك انه ايبز كذلك رح يعني اتمر عليكم بما انه انت يعني تتحدث عن الانترنت الاشياء رح اتمر عليك هذا المصطلح رح يمر عليك الفوصة بالضبابية هذه كذلك رح اتمر عليك بايش اتمر عليك فمصطلح يمر عليك في ايش في ال في انترنت الاشياء يعني انت لما يكون عندك يعني واحدة تحكم واكيد انه عندك سنسارز مستشعرات وعندك اوبرالتارز هذه كلها تعمل ضمن بيئة يسموها الحوسبة الضبابية ضمن شنوها الحوسبة الضبابية طبعا الشكل السادس هو يمثل الحوسبة الضبابية واضح تلاحظون انه هذا هذه المدينة الذكية لا يكون مثلا عندنا دباي برشلونة سبانيا يتم الحصول على بيانات المستشعر محليا كذلك هنا مراقبة بيانات الشبكة هذه اذا كلها تضمنها يعني هذه يسموها الحوسبة الضبابية واضح يعني البيئة اللي تضمن شنو انترنت الاشياء طبعا احنا الى الان يا طلاب ما دافلين بتعريف انترنت الاشياء هذه كلها عبارة عن مقدمة شوفوا الحوسبة الضبابية هذه كلها عبارة عن حوسبة ضبابية اللي هو هذا المصطلح ف او واضح حوسبة الضبابية اللي يصير بينها دائما تكون بيئة بين الكلاود وبين الديفاس ازا الابهوز المتصل الابهوزة الايوت هذه يسموها الفوق خلي نسميها فوق كيمبيوتينج الحوسبة الضبابية اذا مثل ما تلاحظون هذه البيئة هي هي يعني تراكبا مع التفاع بجهزة الاستشعار المستخدمة من قبل انترنت الاشياء اكو سنسار احنا يعني اكو اجهزة استشعار تعرفون هذه تعتبر مصدر من مصادر البيانات اما تكون اجهزة استشعار تولدني بيانات رقمية اي بيانات اصلا هي تكون انيلوغ رابع تبدأ ايضا ايضا مصدر الى تخزين بيانات اجهزة الاستشعار بشكل امن في مقام قريب من موقع تحليل البيانات اذا انا احتاج لهذه الشبكة يمكن استخدام هذه البيانات المحلية او المفللة بسرعة وعلى نفس عال لتحديث عمليات المعالجة داخل الشركة او تعديلها هذا الشكل يوضح هي الحوسب الضبابي الفور خلي نقول كمبيوتينج يقع الضباب على ففة شبكة الشركة او مقر العمل التجاري تتيح الخلاب وبرامج الكمبيوتر معالجة البيانات مسبقا لاعدادها للاستخدام المباشر واضح عند اذن يمكن ارسال البيانات المعالجة مسبقا الى السحابة لحوسبتها على نحو اكثر عمقا اذا لزم الامر وهذه شرحناها اذا تلاحظون اذا تلاحظون هي مجرد شنو هي مجرد عملية الفور كمبيوتينج هي مجرد عملية شنو يعني عملية تنظيم بالفقيقة هي عملية تنظيم يعني تلاحظون هذه ملايين من الخاص بالحوسب الضبابية ملايين هي تتعامل مع هذا المقصود بها هي مصطلحات يعني بس فقط مصطلحات من اجل يعني لان تغيرت معالم الشبكة عندنا اصبح متمثل بالفور وكذلك الكلاود اذا تلاحظون هذه عبارة عن ملايين ملايين وهذا تكون تأمين الكلاود تكون محديدة واضح اذا هذي كذلك مثال هناك مثال اخر هو السيارات نظام السيارات تلاحظون هذا عملية تعتبر هناك وهناك عمليات كلاود واضح وكذلك نفعل الى بقية ايش الانواع الاخرى او نقدر نقول عليها الرسوم اللي توضح هذه الشبكة الضبابية مفتلحات السبكة هنا اكو عدنا جزء عملي هنا يقول ما نوع الحوسبة الذي يتيح معاملة البيانات المحلية مسبقا عند حافة الشبكة اكيد اشو نعضنا الضبابية احنا قلنا الضبابية هي اللي تكون قبل ما تدخل الالكلاود واضح سواء اذن اوكي هنا مجموعة ما هو اختصار موعة الشبكة الذي يتيح توصيل جهاز متابعة اللياقة البطنية بهاتفك الذكي اكيد بام واضح وكذلك اكو اسئلة مجموعة من الاسئلة كذلك ما الذي يطلق عليه شبكة الشبكات الانترنت هو شبكة من الشبكات ليعد الشبكة الاكبر في العالم واضح وهنا اسئلة هذه عبارة عن اختبار الكل ما هي التقنية التي تتيح للأذبذة اللاسلكية الاتصال بأذبذة اخرى من على مسافة تبعد من المستخدم bluetooth واضح المفروض هذه عن البساطة اوكي bluetooth وكذلك بقية الاسئلة هنا ما نوع الشبكات الذي يستخدم الميجات الكهرة مغناطيسية بدل من الاسلاك وانا يجعل سؤال ما اسم مجموعة خوادم ومراكز البيانات الانترنت التي تستخدم لتخزيم البيانات والوصول اليها من اي مكان وفي اي وقت ومن ومن على اي دهاز السحابة انا صراح انه يعني اوكي السحابة لكلاود اذن هو اكو مراكز يعني اكو بعضهم يتوقع كيف هذا كلاود شنو هي اكو بعضهم هي صح كلاود بالفتاقة شنو كلاود انه انت ما عندك يعني انا بالفاصلة مالتي تتسة حاليا اقدر اشغل اي تطبيق اللي يستخدم مثلا تطبيق ادارة اي مكتبة مثلا عد ما استخدم الكلاود اجي على اي من الشركات اللي موجودة بالفارج اقولهم انا اريد منكم هذا التطبيق يقولوا رح نمطيك لائنس اسمه اسمه هذا رح نمطيك اشتر هذا اللايسنز مقابيل مبالغ يعني شهريا او سنويا تدفع هذه المبالغ او عنده الاستخدام واضح لذلك هذا يسموه كلاود وهذا اونا براميسز اذا عندك ديتا سنتر انت وانت ممكن ان تمنح تكونك كلاود واضح هذا يسمونه مصطلح بالديتا سنتر هذه كذلك شهادة منحها سوسكو اللي هي السي سي اناي ديتا سنتر هنا ما اختصار فبكة وارمع من ادفذة اللاسلكي اللام المفروض واضح اوكي اذا نكمل هذا التمرين عبارة عن يعلمنا الفسمة يعلمنا بعض المصطلحات يعني يعلمنا بعض المصطلحات هل غطينا هؤلاء ضمن هذه المحاضرة تجي على هذا العملي يعني جزء عملي خليشو شنو الجزء اللي يعني راح ناخذة اليوم راح تشوفون ان هاي المادة صراحة غنية جدا هذه المادة بانترنت الاشياء راح تتعلمون بها اشياء مهمة جدا واضح اثناء اهداف الاهداف اللي راح نحققها ضمن هذا التمرين العملي اولا افتبار قابلية اتصال الشبكة باستخدام البنك يعني انت تتأكد من الكونيكتيفتي نوبات انت عندك فوقتك بالبيت تحس انه اكو عليها علامة تعجق شون تتأكد انت ان اكو عندك ونكتيفتي فلون تقدر اكو اداة اسمها بينك شون نستخدم هاي الادات شون نستخدم الاتريسيرت الادات اللي موجودة بينبوز او موجودة على لونكس كذلك تعقب المسار الى فاب بعيد باستخدام ادوات تستند الى الويب والبرامج اكو ادوات ومقارنة نتائج التريس راوت واضح هنا يقول لك كباكد راوت عن هذا الناب يستخدم برنامج تتبع المسار لسرد الشبكات التي يجب أن تعبر من فلال هالبيانات من الجهاز الطرف المنشئ لدى المستخدم الى احدى شبكات الموجهة البعيدة هذا التريس راوت هذا انت نباك تسوي تريس راوت وتخلي شركة جوجل يعني تخلي www.google.com وبهاي الحال ايش راح يعطيك يعطيك المسار لانه كل ما يصل راوتر يبعث لك ايش يبعث لك ريبلاي ويقول لك انا وصلت هذا الراوتر حتى انه انت ممكن بناء على هذه الرسائل المتصلة تعرف كم راوتر بينك وبين شركة جوجل واضح وذا اكو اي ثلال راح يظهر اي ثلال راح يظهر عندك عندك في انظمة الوينبوز تستخدم هذه هذل كتول كادات يعني هسا لو اجي انا استخدمها يعني هسا انا اريد اعرف اللي بيني وبين سيسكو سي ام دي اريد اعرف كون ساقر ساقر عفو اريد اعرف او اذا عارو واجهة مشكلة واريب شركة الخدمة مع الجوجل اجي يعني بما انو ويندوز اجي على هاي الادات اللي موجودة امامي اتكب اتر اترسيرت وقت www.sysco.com واضح تلاحظون بس يبدي هذا هذل هذي هذا الراوتر مالتي اعطك ثلاث الابي مالتي مال الشبكة مالتي بسان لو ابي ادخل على عندي بالراوتر مالتي عندي مايكروتيك واضح هذا الابي مالتمن الابي مال المانو ستيشن يعتبر جيتوي هو واضح لاحظون هذا الابي مالتي تلاحظون هذي الشبكة هذا الابي مالتي ما للهون هذا اوه الابي اعطانية من المرة اوطر مالتي ما ابلش هذه ثلاث انواع من الدلي واضح ثلاث انواع من الدلي هذه مجموحة يمثل يمثل عندي هذي كذلك يعني ممكن ان نشرح فباعه الفد هذي اشيء الابي مالتي النانا ستيشن مالتي هذا الابي واضح وهذا عندنا هذا ممكن يكون الابي مال هذا الابي هذا هو الابي اجي شبه هذا الابي اجي انسى اخليه بالبراوزر يعطيهم شيء اذا اخليه بالبراوزر فعرفون انه هذا يعني كلها هذي اللي نستخدمها احنا اوكي خلنا اخليه بالبراوزر راح يمطيني يقول اوكي ريكوست هنا يراح اوكي انفالي يقول اوكي اذا هو هنا تعتبر ماذا تعملون الشركات صراحة ماذا الشركات يعني تستخدم مثل عملية تنويه حتى في سبيل لان تعتبر ثغر عندهم ليش لان ممكن انه يعطيون الابي مال الراوتر مثلا هذا هذا الابي مال الانترنت واضح فايش ممكن يسوي ممكن يعرف الابي الميجودة هذا صار عندي معرفة بالابي مال القطعة اللي معطيت مي الانترنت واضح اللي هي تستلم منها النانا ستيشن هذا اللي بعدها فبعض الشركات تخفيها مثل هذه يعني تعطي اعتبار تعطيها اسم وإفطاء هسا لو نجي مثلا ننسخ هذا الرابط ونبحث عنه نشوف وين هذا الرابط طبعا وين هذا الرابط وين ترون هو نجي على جوجل اوكي هنا يباعوا هذي ممكن راح نلقى اوكي عبارة عن موقع لشركة واضح هذي يحدد لي ممكن اوكي اذن هذي عبارة عن ايش تقدر منو تعطيك مواقع الرابط لأن هذا يعني بين وين سيسكو لما اي ارسلها اي طلب بعث راوتر من الراوتر مالتي يعني داعش حتى تصل الريكوست الى اش الى سيسكو يعني مثال عن ذلك صراحة واضح هذي بالنسبة للتول تستخدمها تريسيرت دبل و دبل وتقدر تستخدم جوجل جوجل وكذلك تعرف بينك وبين جوجل واضح كذلك يقدر تعرف هذا راح ينطل وانا نفس هذا الابي نفس الابي باعو ونفس الابي اللي بعدها لانان مسار واحد عندي باعو واللي بعدها المفروض نفسه لانان عندي مسار بعدني مسار يعني واضح القطعة اللي دا استلم منها انترنت الابي مالتها فلن قابل باعو انا اذا باعدني هنا غبن حدود الشبكة كنالتي المحلية هنا اوكي واللي بعدها المفروض كذلك هذا الائي بي باعه متشابه لحد الآن الباث واحد الراترات المسار هنا يتغير عنده المسار باعه خمسة واربعين لا تغيرت عنده الائي بي تصبحت ماضح الحد الآن هني سجل عندي على فرقية وي دوني بيون جوجل واربح المفروض هذا الائي بي هذا الائي بي المفروض يكون الجوجل يعني اذا انسف هذا الائي بي واخليه بالبرايزر يعطيني جوجل يفتح لي جوجل باعه فتح لي جوجل لان هو شنو هذا البي ان اس هذا فائدة الدي ان اس انه اسمه خلفة اي بي هذا جوجل الائي بي مولتنا هذا بالحقيقة يعني لو اخليه وقل له هيش يفتح لي الجوجل لاحظون هذه معلومة كذلك انه بالشبكات اذا انا دفلت على هذه قل لي تسمح الادوات المساعدة لتتبدع المسار المستخدم اوكي انه انا شرحت عنا سبق وان شرحت هسه حاليا عن هذا الترايسروت باستكشاف اخطاء الشبكة واصلاحها من كناداتي يتستخدمها انت من خلال عارف قائمة بالراوترات نقدر نقول عليها المودهات الراوترات التي تم عبورها واشتياسها بان كان المستخدم تحديد المسار الذي تم اتباعه للوصول الى الراوترات التي تتصل فيها الشبكة بشبكة اخرى في الراوتر يمكن ان تساعد القائمة المعرضة في تحديد مشاكل تدفق الديوارات عند محاولة الوصول الى فرمة مثل موقع ويب يعني انت مثلا ما تقدر تتصفح جوجل تستخدم هذه الادات تستخدم هذه الادات وتتأكد انه اذا ماكو اي خطأ اي مسكولة اذا توقف هناك تتوقف عندك البيانات وتوقف اي راوتر صار عندك معناها هذا الراوتر اكو عطل براوتر محدد حتى لو كان خارج البلد راح يبين لان انك هذا يحدد لك مسار البيانات اذا هذي تول ممكن انا من ثلالها اقدر شنو اقدر احدد مسار البياناتي بين انا وبين الديستنيشن هل نقول اذا سواء كان هذا الديستنيشن جوجل او غيرها هذلك ان وجود مسارين للتتبع بين نفس المصدر والراوتر فقامات العمل لبعض الوقت بصورة فردية قد يوضي الى نتائج مسكلفة اكيد ممكن المسار يعني عندي دفرينت باث على الانترنت ممكن عني يستسلك هالبيانات بين السرس والديستنيشن اذا هذي يرجع للشبكة المتصلة يعني دينيا والتي تؤلف الانترنت والى قدرة براوترات الانترنت اوكي وهذا فلما يتم تضمين ادويات تتبع المسار القائمة على سطر الايامر هذا في المظام التشغيل مثلطة والبينج وجعله اكوا عدنا اداة اسمها هي visual route أداة visual route هذا ينفترض هذا التمرين العملي تثبيت أداة visual route إذا لم يكن برنامج مثبتاً على بهاز الكمبيوتر الشخص الخاص بك فيمكنك تنزيله. هسنا نضغط على هذا الأداة. نريد أن نساوي بها install. وهذا كذلك يعطيني مسار للشبكات يعطيني فارطة عن الشبكة. واضح هذه أدوات مهمة جداً أدوات توضيحية المنوي للطلبة. يعني نمكن تستخدمها حتى الطلبة إيش يعني ممكن أن نتوضح لهم توضح لهم كأداة توضيح. واضح؟ هنا عدنا الفيديوال هذه الwindows أوكي خليه نزل هذه النسخة أوكي للأسف أنا عندي download منتهي صلاحيته فهنا يقول لي تأكد من تنزيل اللايف ايديشن فالله تأكد اللايف ايديشن؟ لا لا قبل لا لايف ايديشن أوكي هذه لايف لايت العفو لايت ايديشن مو لايت ايديشن أوكي هذه إذن هذه ما اروح على هذه الاعلى طيب حنزلها عدس كتاب وانصبها هذه tools ممكن تستخدمها انت كأداة توضيحية يعني سواء بمؤسسة بأي مؤسسة تعليمية ترطلهم الفيديوال هو الفيديوال يعني احنا قبل قليل ارطلكم الراوت المسار ديننا ودين جوجل من الراوتر مالتي الى شبكة جوجل ومن جيت جيت نسخت هذا وخليت هذا البرازر فتح لي جوجل فهذا المسار ممكن ان نشوفه على شكل راح نيجي نشوفه على شكل تلاحظون يعني هذا الدلي يعني فقط هنا يبدأ عالي الدلي شوية واضح أوكي هس حال اناني نزل عندي التطبيق على سطح المكتب اجي انزل هذا اجي انزل هذا ال ال application اسوي لها install قبل لا اجي 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 يمين على as administration or administrator run as administrator اوكي راح هذا اكيد يعطيني شنو راح يعطيني انه امكانية اه يعني افصر وضوح لهذا المسار واضح accept واوكي يحدد هو على c نزلت واضح راح فيعنان ارتقيت ان يكون تطبيق عملي ولا المحاضرة حتى لشوية نتأخر لكن استفاد ومن اوكي ايس انا اريد يشتغل اوكي يقول لهذا ال هات بين سكسسفل ينستل اوكي يشتغل عندي هس هنا ادع ثل جوجل اوكي هاي اللغة هنا ادع ثل جوجل هنا يقول لي انت بأدريس ان بأدريس ان تبريس دا غريم تريس اوكي وين هذا هنا هيا تريس هذا الامر حتى يسوي لي الباث هس راح ثل جوجل طب القليل احنا استخدمنا بال CMD حاليا جوجل طبعا هذي ادوات تحتبر يستخدموها بعض الهكار للعلم ليش باعوا شون كيف يرسل لك الفارطة يعني ابداع في عملية ايش ابداع في عملية التوضيح باعوا باعوا احباد هنا هاي الشبكة مالتي شوفوها ال alb multi باعوا الشبكة مالتي هنا ال public ip هنا يحتيلي عن سيسكو اكاديمي الحاسوب مالي باعوا يتفثون النيم هو الحاسوب اسم عني عندي سيسكو اكاديمي pc3 الحاسوب الثالث تلاحظون هنا ال rauter مالتي وال rtt القومة هاي 3 delay وكذلك هذا ال nano مالتي هذا ال ip مالي nano مالي هذه مال القطعة المقابلي وتلاحظون المسارات كيف عبارة عن اشبه بالابراج مثليها بالابراج باعوا هنا google تلاحظون هنا اذا شوفون امانكم المين دبل و دبل و google هنا يصنل destination google ال id مالتها واضح ال loss ما عند ال rrt لاحظوا كيف انه رسم لي ايش رسم لي ال path بين source وبين destination واضح هنا يعطيني details تفاصيل اكثر وهنا ممكن انه تريد على شكل table او تريد على شكل مثلا يعني third that ممكن انه واضح اذا لاحظوا كيف انه هذه الادات ممكن ان نستخدمها يعني technical في تحليل المفكلة بحالة انه توقفت عنده شبكة واضح هنا على شكل plot هنا كذلك ممكن ان يظهر عنده على شكل واضح وممكن يكون على شكل هذي يعني اذا تغط هنا معلومات اذا انت امام شنو امام انه between the source and destination between the source هذا حاسوبي هذا حاسوبي وهذا الgateway هذا حاسوبي source ودين ايش destination يعني نجي هنا هنا نجي الحاسوب مالي source طلاب احنا لحد الآن قلنا هذا حاسوبي source هذا ال id ما الحاسوبي و destination هذا google هذا المسار بين ودين google من خلال هاي الاداة الاداة راح تلقونها بالمنهج انتو هذا المنهج عدكم تقدر تنزلو الاداة تطبقيها وتنزلوها على حواسيدكم وممكن انتوضحون المسار يعني توضحون للطلبة كيف انه تتم مسار البيانات تخيلوا يعني زر يحدة تخيلوا هذي الراوترات كلها بينك وبين ايش بين google يعني واحد من راوتري واحد اثنين ثلاثة اربعة فمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش اثنى عشر اوطر واضح تخيلوا هذي العدد هنا يجي يشوف هنا يوجد جزء هذي يسميه عملية يعني اشبه بال يعني عملية اتصال واضح هذي كذلك نرد على المحاضرة هذا التطبيق العمل يطبقنا هنا يجيز يسألني بعض الاسئلة اوكي نزلنا احنا يقول السيناريو شنو الموارد كمبيوتر شخصي مذور بامكانية الوصول الى الانترنت فقط انك تحتاج كمبيوتر شخصي يقول لك اول شي استخدام الادات كيف تستخدم الادات ك ادد ما اذا كان الفادم البعيد يمكن الوصول اليه الفادم البعيد يقصد منه جوجل هنا او سيسكو يقول اذا احنا رح نجي نتعلم كيف انه نستخدم الادات يعني انا اجي اتأكد انا اطلع عندي اتصال بجوجل مثلا pink الاسسكو pink www dot cisco dot com واضح تلاحظون اذا انا عندي يعني عندي انترنت او مو بالثلاث ممكن تكون عندك ممكن ما يكون عندك انترنت واضح للعلم يعني هذا مجرد يقص الكون connectivity فممكن انتسوي pink تستخدمها اذا كادات انت تستخدمها تتأكد من عمل الاند الاند اكون internet ولا من الكون connectivity العفو واضح google google واضح كذلك انه يعطيك time to live ويعطيك انه اذا اكو عندك loss او لا ما عندي اي lost اذا شنو اذا انا ايش اذا انا اكو connectivity بين google تفيل وين وين google تريد تتأكد ان الابي ما للشبه كمالتك يعني اش ما اتأكد من كل هذه الابي ات اللي موضوبة عندي يعني هنا اروح على هذا الابي وارد اريد اسوي pink لهذا الابي اريد اسوي pink لهذا الابي اتشوف انه انا اذا اصل هذا الابي 37 37 بوت اذا اصل 236 236 بوت 242 242 بوت 214 اقول enter باو انا اتخيل من حاسوب هذا الى هذا الحاسوب سويت pink يعني ما عندي اي مفترة بالانترنت كذلك اقدر تلاحظون انه هاي الابات مهمة جدا هذي مهمة للتكنيطل يعني انت اول ما تبلش تريد تسوي المشكلة على الثبا كمالتك لازم تستهل من ping وال trace root هذا visual route وذين هم الادوات وهذه الادوات ممكن تساعد الهات واضح يعني يتعرفون على بعض الثغرات اللي موجودة يعني مدرد انه تعرفت الابات مهمة يعني هسا هذا الابات موجود مالتي مال مانو يعني ممكن جاري ممكن يصلي هذا الابات نجي على برنامض محاكات الشبكة اللي هو فنو ال packet tracer انشاء شبكة بسيطة باستخدام برنامض محاكي الشبكة او ال packet tracer واضح نجي على اللاب هذا اكو لاب اثر اذن احنا افضنا اللاب الاول قبل لا اوكي قبل لا منهي هذا للاسف انه احنا استعجلنا قبل لا نكمل او نبلش بهذا اللاب اوكي هذا احنا استخدمنا ال pink وسيوين pink السيسكو اوكي وفاحد ما يعرض سطر الاثراج الاول اسم المجال المؤهل واضح هنا يجي يشرح لي يشرح لي هذا هنا يقول جه العوامر كتب pink سيسكو وراها يعرض سطر الاخراج اسم المجال بالكامل وهو هذا المجال ثم يلي ذلك عنوان ال-IP وهو الرقم هذا ال-IP تستضيف سيسكو محتوى ال-Web تلاحظ هذا رقم المجال هذا المجال وهذا ال-IP مال هذا هنا اسم المجال المؤهل بالكامل FQDN نسمي وهذا ال-IP مال مجرد نحن سيسكو pink عرض حتى يكون وابح أكثر هذا ال-IP باعه هذا كذلك من ال-Out with مال pink حتى تتعرفون عليه أكثر ثم يلي ذلك عنوان ال-IP وهو رقم ال-IP تستضيف سيسكو محتوى ال-Web نفسه على الخادم محتوى ال-Yib على فواد مختلفة في جميع أنواح العالم وميع أنخاء العالم يعرف باسم المرارز وتعني المرايا أي المسخ النسخ المتطابقة ولذلك اعتمادا على مكان وجودك بغرافيا يكون ال-FQDN وعنوان ال-IP مختلفين إذن بناء على موقعك يعني ممكن يكون شخص موجود في يعني استراليا يسوي بإنجليز سيسكو يكون هذا اللي يظهر إذن أكيد بناء على المكان مات لك إحنا ما فقط بينك وبين بين سيسكو هو هذا اللي يميز الانترنت شبكة الانترنت عن شبكة التليفون ال-B هنا يجيلي صح لهذه الاحصائيات الأخرى هنا شي يقل لي يعرض سطر الإخراض الأول اسم المجأ قلنا أوكي دي هذا أوكي المرايا هنا يلي من هذا الجزء من الإخراض هنا يعطيني يعطيني الباكيتات اللي أرسلت أربعة اللي استلمت أربعة الفقدان ما عندي أي فقدان ال-RTT عندي ال-RTT القيمة مالتها بال-Mali-Second يمطيني المنمام هلقد والمكزيمام هلقد والأذرج هلقد كل ذلك هذه الإحصائيات ممكن أستفاد منها في تقييم شبكتي يقول هنا يتم أرسال يشرح لهذه الصورة يشرح لهذه الصورة يقول تم إرسال أربعة أوامر اللي هي send أربعة تم إرسال أربعة أوامر واضح أربعة أوامر واستلام أربعة وتلك الرد من كل بينج مظرا لأنه تمت الاستجابة لكل بينج ولن يكون هناك فقدان إلا بنسبة صفر يعني ماكو فقدان يعني إلا بنسبة صفر يعني للحزن وفي المتوسط عند 54 ملي واضح ملي ثانية لعبور الشبكة إذن هذا معدل ويساوي الملي تقريبا واحد على ألف من الثانية واحد على ألف من الثانية يعني هنا يقول لي يعد تدفق الفيديو والأنعاب عبر الإنترنت تطبيقان من التطبيقات التي تواب الصعوبة عندما يكون ثم تفقدان للحزن أو اتصال بطيء بالشبكة يمكن بحديد سرعة اتصال الإنترنت بشكل أكثر من خلال أبسال 100 أمر كيف أنه أقدر أرسل 100 أكبر أستخدم هذه الأدات شنو الأدات يعني أضيف رمز أنا يقول لي أنت تتحقق من مالتك سي بنك بهذه الصورة يعني ضيف ضيف ناقص ناقص N N وضيف 100 100 ويقول Enter Enter باعو ما راح يدز فقط أربعة المفروض يدز 100 message الconnectivity إذن أنا راح يدز شكرا يدز 100 message حتى في سبيل يقيس الconnectivity أقدر أتأكد أكو lost فقدان لا الشبكة مالتي إذا حدث عنده فقدان تلاحظون هنا يكو تأثير باعو request time out معنى هان عندي أكو مشاكل بالشبكة واضح هو هذا يقصد بي إحنا حاليا المئة ممكن نسوي control x control ok z ok control c العفو نقر ما حتى ننهي يقول لك أنت أرسلت 31 رسالة استلمت 30 عندي فقدان واحد يعني 3 بالمئة الفقدان المعدل 32 إذا إنت يقول لك ارسل يعني مئة تقريبية التي تقدر تحدد واضح هنا وإليك وفي بدو الاثراج هنا يقول لك هنا مئة الارسال والاستلام والمعدل هنا هذا جاي يشرح لنا ok لذلك هذا pink يسوي الموقع إحنا سينا لجوجل صرافة ولقارة استراليا راع هذا هنا كأنما هذا لقارة أفريقية خلي نسوي pink لقارة أفريقية واضح يعني موقع موجود على قارة أفريقية يريد نتأكد من شنو نتأكد من الشسمة نتأكد من وصويت ل هنا يجي يتأكد يقول اللي تأكد من القارة أفريقية افرعه هنا يقول pink request could not find the host pink please check the name هنا يقول لك مشكلة بال name ok هنا ok ممكن تكون أكون مشكلة عندي بال name الله تأكد afrinic dot net هناك كوي مشكلة خلال نطين nob enter هذه لقارة afriqia باعو يسترالي ممكن كذلك هذا نفس المشكلة يقول لي ما عندك ما تقدر تنفذ هذا الشي هنا عندي مشكلة العفو هنا الاسم خطأ live pink and nob باعو هس يبدأ الشغال هذا القارة afriqia هذا عملية تشوف time out أرسل أربع باكت وفقط باكت وحدة استلم ثلاثة إذا أريد القارة أسترالية خيالوا كيف إنه يعني إنت بالشبكة كيف إنه تقدر technical كيف إنه تقدر تشيك الشبكة مالتك واضح القارة تسترالية باعو إذن هنا القارة أوروبا تقدر تبينك القارة أوروبا تتأكد من شبكتك إنت واضح إذن يعني عنده أدوات يمكن من فلال أنه يعني يتمكن أو يعني فلنقول يشيك الأمريكة الجنوبية كذلك تقدر تصوي كل تعمل جميع عوامر من جهاز كمبيوتر في الولايات المتحدة تعمل جميع عوامر من جهاز كمبيوتر في الولايات المتحدة ماذا يحدث لمتوسط زمن أمر البنك بالملي ثاني عندما تنتقل بيانات باخل القارة نفسها أمريكا الشمالية بالمقارنة مع انتقال بيانات من أمريكا الشمالية إلى قارات مختلفة هنا يتحدث عن بينك تم من أمريكا إذا من العراق هنا يقصد يقول لي أنت هذه الآيوت التي ظهرت عندك لأن سويت أنت القارة أفريقية يعني سويت القارة أفريقية هذا الأولى والوحي بعدها الأسترالية هاي الأفريقية تقل بالمعبل تقول لي 276 ملي بينما الأسترالي فيه كان هنا يقول العمليات المقارنة تقل استغرقت 6 ملي باعوا إذا أنا عند هذا الباث بي شكية فقدان تقريبا 25% واضح هذه أسألة يقول لك ما المهم بالنسبة لأمر الping الذي يتم إبسالها إلى موقع ويب في أوروب فهنا المهم بالنسبة لأوامر الping يعني هذي إجابات مختلفة راح تكون بناء على الشسمة بناء على أنت أنت فين الغاية من استخدام الping هنا يجي يستعرض لي السيسكو الأمر تريسيرت هذي نفذنا هنا سبق وأن نفذنا واضح وممكن أن هنا يقول لك قم بحفظ إخراج في ملف نصي كما يلي انقر بالماوس الأيمن على ثريط العنوان ثم اختار تحرير واضح بالماوس الأيمن على شريط العنوان النافذة هذا من أجل من أجل أن تحفظ قم بحفظ في ملف نصي كما يلي يقول لي أنقر بزر الموس الأيمن على سريط العنوان لنافذة الأوامر ثم مختار تحرير وتحديد الكل وانقر بزر الموس الأيمن على شريط العنوان النافذة موجه الأوامر مرة أخرى ثم مختار نسخ ابحث عن مفكرة وافتحها ولسقها هنا يجي يتحدث لي عن اوكي انا اجي عن هنا المفروض يكون عندي CMD CMD اجي اوكي شريط العنوان هنا اوكي شنو اللي راح يظهر لي المفروض هنا اوكي اه خلق سوي المن السيسكو يعني شخص قال لي انه شنو اللي يظهر عندك هاي المخرجات يعني قال لي شنو اللي يظهر المخرجات اريد اقراها هذي اريد اقراها انت سوئت هذا الشسم يعني سيئت بـ بانك وبينسسكو مثلا وقال لك اريد اقراها هذه المخرجات ال اي واضح بالنسبة لهذه الموجودة عندك فهنا يجي يقول لي تقدر انت تنقر على شريط العنوان وتروح على edit وتسوي select وتسوي copy واضح واضح هنا يقول لي تروح انقر على شريط العنوان النافذة من تحرير تحديد الكل وانقر بزر الايمن على فريط العنوان كذاك من تحرير نسخ وافتح مذكرة ومفكرة العفو اي نعم قال اه هنا افتح المفكرة اي وافتح واسوي عملية لسوق هالصراح نجي اوكي تلاحظون انه هذا جانب عملي اغلب المحاضرات بلش جانب عملي اساسيات هذه صراح بالنسبة للمهج سيسكو هي منهج تطريقي يعني اللي تميز سيسكو انه منهج تطريقي للأسف انه يعني اغلب الجامعات يعني اغلب جامعات العالم تحيلك الى مناهج سيسكو يعني تلقي المرفلة اولى ثانية ثالثة هي تستفاد من مناهج سيسكو فقط اتصور انه احنا عندنا مفكلة بجامعاتنا لكن بعض جامعات عندنا بغداد استخدمت منهج سيسكو كذلك جامعات الكردسان استخدمتها اصلا واضح احنا كان عندنا مؤتمر يعني العام كان عندنا بجامعة صلاح الدين استخدموا منهج سيسكو ممكن ان يكون للباكولوريوس وللماجستير وحتى للدكتوراء واضح مناهج متقدمة وتطبيقية بحيث ان تخرجك سوق عمل واضح يعني مو فقط تعطيك سيوري وتروح انت فقط مصوص وتتعب بحيث انه ماكو تطبيق لا راح تلاحظون انه كل مفهوم يعطيك لا يعطيك تطبيق الى ما يكو دليل عندي جاي يأشر بالمسبة لي هذي انا اللي همي سي راح انهي كونترول اوكي كونترول سي احاول اوكي اوكي نهاية تاني اللي همي هو انه اصوي ادت سلكت اول اصوي اعفو اه سلكت هو باني وارح على نفس يمين واسوي copy واجي على مثلا من note note pad هذه المفكرة واجي اسوي شنو اسوي لسو ازناني لسقط هذا العمل بس اصبح عندي ملف اقدر اعني اززل اي شخص اي شخص اي تكنيك اقول لباو هذه المخرجات عندي شنو قرأتك لها شنو قرأتك ل رايس شنو قرأتك لهذه المخرجات واضح وممكن ان هذا المخرجات ان هو يعطيني notes اللي ملائمة لهذه المخرجات واضح اللي بعدها عدنا شنو تفسير نتائج هنا يفسر لي قم تمرير المسارات يعني قم اتمر على المسارات المتتبعة المتتبعة بوثبات كثيرة وعدد من مزودين فضمات الانترنت المختلفين حسب حدو المزود قومة الانترنت الخاص بك اكيد ان ال different path ممكن ان يختار واضح لما اذين استفدبنا احنا هنا تلاحظون انه هنا يقول لي الان ادهز في كمبيوتر تتحدث بلغة الارقام بدلا من الكلمات يتم تحديد الراوترات بشكل فريد باستخدام عنوين البروتوكالات الانترنت هذه العناوين ال ip واضح تظهر لك ادات هذه الى الى اي مسار من خلال التفكة يعني تأخذه حزمة المعلومات للوصول الى لبهتها النهائية للوصول للدستنيشن يعني تعطيت العودات ايضا فكرة عن مدى سرعة حركة المرور لان هذا وقت في كل جزء من الشبكة يتم ارسال ثلاث حزم الى كل موجه لان عندي ثلاث حزم الى كل راوتر في المسار ويتم حساب وقت العودة بالملة ثانية الكل من هذه يعني الراوتر مالتي بس الثلاثة حزم القاس واحد مل واحد مل واحد مل الوقت مالتها ثلاثة رسائل ويستجيب وترضى على اجواب مال هذه الثلاث رسائل ويقنس الوقت مالتها والان استخدم هذه المعلومة لتحليل نتائج سيسكو هذه موجود عندنا شين النتائج اللي راح تظهر في سبيل انت كيف تقرأ هذه النتائج يقول لهنا بالنسبة لهذا المسار الاول يعني عندك اول مسار تلاحظون هنا هذا المسار اجي افذ ويقرأ هذا المسار بطريقة شنو تقنية وكذلك بطريقة واضحة جدا يقول لك هذه الثلاثة قيم اللي خلل نقول هذا يمكن يشير كل سهم الى حزمة التي استغلقت اقل من واحد ملي ثانية للوصول الى الموجه او الموجه هنا هو يقصد بي الاول اما هذا الابي تلاحظون هذا الابي الراوتر على الشبكة المنزلية لديه هذا الكمبيوتر اللي هو هنا احنا عندنا تلاحظون هنا انا عندي تلاحظون هذا الابي وهذه يعني ثلاث حزم وكل حزمة يعني ثلاث رسائل نقدر نسمي او رسالة او او ميسج او ديتا او معلومة كلها ارسلة نقدر نسميها واضح فثلاثة وكيف لقد لقد هذا واضح اذا نجي هذا هو الابي يقول لكم مال مال من البوب انا قلت لكم مال القطعة النانا ستيشن اللي فوق اللي عندي على السطح واضح في مثال الاخراج الموضحة على تنتقل من الكمبيوتر المفضر الى العبالة الافتراضية نقدر نقول عليها هذه الابي الى الموضح هذا واضح يعني من الواحد الى اثنين اللي هو ابن هنا هذا الابي هذا اللي امامكم الى هذا الابي عشرة ثمنتعش وين الافير لا اريد اشوف الافير يعني بعبارة يقول لك انت منين او سل هذا وكان عندي الاثر عشرة ثمنتعش هذا عشرة ثمنتعش عشرين واحد اوكي يمكن اي عشرة ثمنتعش اذا هذا الفترة الثانية من هذا الى هذا كافراج الخاص بنقطة وجود مزودي فدمات الانترنت باعوا انا قلت لكم القطع الفوق مزودي فدمات الانترنت يمتلك كل مزود فدمة الانترنت العديد من الرالترات البوب واضح الموجهات وتقع موجهات هذه هي على ففة سبكة مزود فدمة الانترنت يعني موجود عندها على السطح وتعب الوسائل التي يتصل به العملاء بالانترنت انا اعتبر عميل بالنسبة لمزود الفدمة واضح تنتقل الحزم على طول شبكة الاسمها ال واضح لوثبتين شنو وثبتين يعني واضح ومن ثم تقفز الى هذا الموجه واضح لا يجي يشرح لي بالدقة واضح بالدقة بالنسبة لهذه المفاهيم وقد يعني هذا ان الحزم يعني الحزم يقصد به البيانات اللي ترسل فانتقل الى مزود فدمة انترنت اخر وهذا امر مهم فقد يحدث احيانا فقدان للفزمة عند الانتقال بين مزودي فدمات الانترنت يعني اذا تتحقق انت من من فلال هذا الامر ممكن تتحقق من القطعة الموجود بالنانو ستيشن بحالة انه يعني الدرما بمالت فاطئة كانت كذلك ممكن تتحقق من خلال هذه الادات وفي بعض الاحيان يصبح احد مزودي فدمات ابطأ من الاثر فمت اداة انترنت تعرف بال هوز هذه اداة مهمة اسمح لنا اداة هذه فالهوز ايش بتحديد من يملك اسم النطاق يمكن العثور على هذه الادات على الويب مقبر منقر هنا هذه مهمة جدا هذه الادات طلاب جبا مهمة تمتلك هذا النطاق وفقا لادات هذا المستند هنا ندي وانترال سي واده ادخل على المتصفح يعني احنا تجاوزنا حاليا الساعة اوكي انتم ماذا هو الوز واضح هذه اداة يعطيك او يعطيك شنو او ادرس لقاب يسمون لقاب يعني جوغل www.google.com سويت سارج الجوغل لاحبا هنا اشي يقول لي اوكي اوكي هنا يتعل اكو اداة تحقق حتى لان هذه اداة مهمة هنا راح يعطيني تفاصيل يقول لي الشركة هذا مسجل هذا مسجل بجوغل بجوغل يعني هذا المؤسسة المسؤولة عن ال ادرس تقول لي يدل هذا ال ادرس يعني كل هذه تفاصيل يعطيني عن شركة جوغل باعه السيرفرات اللي موجودة بيها كم سيرفر اربعة سيرفرات موجودة وين هذا ال واضح في امريكا واضح كذلك ال ادرس مالتها هذا يعطيني تفاصيل كاملة يعني يشرح لك من هذا تابع المن هذا او الشركة هذا تابع المنو يعني يعطيني تفاصيل حتى تعرف هذا المن ينجل هذي منو يعطيك انه الويبسايت مالتها اسمها جوغل السيرفر تايب ال كل يعطيك تفاصيل باعوا هنا الشرح اذا تريد تتصل بهم اذا تريد تتصل اليميل مالتهم ال مالتهم اتريد انت مثلا جامعة التكريت اوكي انا اريد جامعة التكريت اريد اتعرف هذا من انشئ موقع جامعة التكريت واضح انت كتنيكال فما فما فش تسأل ممكن ما يعطونا فاول الديانات او ما يعرفوها اصلا تي اريد اعرف اريد اعرف هذا الموقع من انشئ واضح اذا انا دخلت وسويت لس يعني كأنما سؤال هو يعطيني كذلك المفروض هما كامل للسيرفر واضح خلينا هذا ال واضح باعو انطاني هذا ال واضح انطاني هذا ال المفروض هذا ال المفروض هذا ال ال نفس اذا خلي يطلع لموط اجامع التكريت المفروض واضح السيرفر الموجود السير ال هنا يقول لي سوري هنا يعطيني هذا اعطاني الماستر واضح خلن نرجع على ال اللي اعطاني هالعفو هنا يباعو هنا يقول لي هذا العفو هذا ال واضح يقول لي كذلك التليفوني هذا مسجل ويعطيني بعض شعار مالجامعة التكريت ال ويبسايت هذا اقدر اصوله انقر عليه راح ادخل على ال ويبسايت اوكي دخلنا على موقع جامعة التكريت اذا انا اي موقع اقدر اصل التفاصيل باعوا هذا موقع جامعة التكريت بدون ما اسألهم من انتو افضت الفيلمة هذه تفاصيل كاملة حتى يعطيك ال hosting history واضح كثير منهم تسألهم حتى بال التفاصيل موجود عبنا واضح كذلك هاي التفاصيل records اي تفاصيل اخرى ما موجودة واضح لكن انه انت ممكن انه يعني تتعرف على كثير من الامور من صلال هذه الادات اذا انت كتكنيكل وفرت لك هذه الادات يعني تشف كثير من الففايا بالنسبة للشبكة واضح باعوا هنا يعطيك ال contact اللي قبل قلول احنا سوينا على google وعطاني واضح google خلو نرجع خانت عن google اوكي هنا سيسكو خلو نشوف www.sisco.com طبعا احنا هسا راح نفتم المحاضرة بعد لكن نفتم اللاب هذا يلا وراح نفتم المحاضرة اوكي تلاحظون انه انا دخلت على سيسكو اريد اعرف عن هذا الموقع يقول باع هذا المسج المال هذا سيسكو تكنولوجي شركة العملاقة يعني واضح هذا هي تلاحظون صراحة دعنا احنا نتحدث انه بالنسبة للاكاديميات اللي موجودة اللي يعني انشأتها الوزارة طبعا صراحة هي مهمة جدا للطلبة صراحة لكن الى الان نلاحظ النقبال قليل على هذه الاكاديميات السبب طبعا هو يرجع للمؤسسة مؤسسات اللي هنها علاقة بالحاسوب مركز الحاسوب او الكليات المفروض هي يعني توبه الطلبة لسوق العمل اذا تريد انت سوق عمل تريد سوق عمل روح على مايكروسوفت روح على هواوي روح على سيسكو روح على جوجل روح على امازون تريد سوق عمل يعني شغل وضوي واضح وحتى بالرسيرج لان انت تعرف العملي سهل لان عندك رسالت والرسالت تجي سويلها وخلاص وصار عندك واضح حتى بمسألة البحث تريد تطبيق سوق عمل روح على هذه الشركات تريد فقط حديث بدون تطبيق روح على الجامعات هذه قاعدة يعني معروفة تلاحظون هنا هذا سيسكو باعه هنا العناوين حتى يعطيني بالتفصيل العنوان بحالة انه انا يريد باعه هنا اريد اتواصل مع الشركة ممكن انه ابعث لهم ايميل باعه كيف كيف انه تفاصيل كلها من خلال هذه الادات اي شخص سيسألك هذا الموقع تابع لمن انت ما ما راح تضوص عندك اداة انت اي تي عندك اداة اسمها شنو اسمها خلاص خليت الادات انطعت تفاصيل الموقع ممكن هو ما يعرف ها لكن انت تك مكام يحتاج تك تلف فالفصل لما سبق تبدأ حركة المرور على الانترنت في اجلزك الكمبيوتر المنزلية وتنتقل من خلال اكيد انه البيت اللي جاي هس هاي الصوت اللي جاي يتحدث اياكم جاي ينتقل من المنزل عبر راترات وصول الى ايش اسمعكم واضح ومن ثم يتصل بمزيد خدمة الانترنت يعني يمر الى الابراج اللي انا ماخد منها الانترنت الحين ما يصل الكم انتو ك ديستي نيشن هاذك هنا اسئلة ماذا يحدث في الوثبة السابعة يقصد هنا الوثبة يعني المرحلة هنا هذي يسميها على شكل وثبات واضح تعرفون ماذا الترجمة تأتي بالعباب يعني من اللغة الانجليزية العربية السابعة هنا وهو نفس مزود الفرمة في التست اثنين وثلاثة اوكي كذلك تفاصيل هذي ماذا يحدث قم بإجراء بحث حول هذا الاي بي باستخدام من يملك هذه الشركة ببساطة انت تقدر تسوي اي بي هذا من يملك يريد يقول لك من يملك هذه الشركة قال لك هذا اي بي من يملك هذه الشركة هاي اي بي اجلت تقليتها بهذه الطول وسويت لها بحث تجي هنا تشيك من يملك هذي هذي تخليها هذه المالتها الريجستريشن العفو الريجسترينت والويب سايت مالتهم ضعوا هنا قلها اعطاك تفاصيل كاملة حول هذه الفرقة كذلك حتى الايميل و ابداع صراحة هذه الادوات ابداع بالنسبة للتكنيكال افريقيا السيرفر ضعوا كيف والايميل ادرس مالتها فالتاني لو من ادري اسوي واضيف الايميل هنا اضيف الايميل المفروض تظهر للشركة واضح يظهر لموقعها يعني تلاحظون انه هو بالستيتاس بار تلاحظون هنا الستيتاس جاي يحول لي جاي يحول يحول لي ايف جاي يحول لي على الموقع من الايميل للموقع واضح المهم هذا هو اذن تكمله هنا يجي يسأل لي هالاكثر هذا بالترايس روت كذلك يقول لي هذا هذا الموقع وكذلك ماذا يحدث في السابعة هنا يجي يقول لي في السابعة يعني لو أثبه هنا السابعة تقدر تشرح النوء الدمو اللي حدث عندك كذلك هذا الموضوع الاي بي اللي موجود عندك الموده الراوتر تتبع المسار تشرح لائس وتنبي طبعا الامثل السابقة الجزء الثالث من هذا اللاب تتبع مسار إلى قاب بعيد باستخدام أدوات تستند إلى الوب والبرامج هذه أدوات أخرى يقول لك استخدم هذه لتتبع المسار إلى مواقع الوب التالية سيسكو وهذه موقع خاص يعني أفريقيا قبل قليل كن بانتقاط أداة الأخرى إذن أصلح أدن أداة أخرى نحن كتكنيك واضح تلاحظون هنا enter الـ اب أجل أدخل الـ أريد أعرف الـ الـ اب هذا الـ واضح واضح هنا أجي إيش أجي هنا يقول enter i-b or host i-b or host يقول هنا الـ abv6 version available خير يعني كذلك حتى الـ abv6 هو يدعم هذي التول تدعم واضح هنا كذلك يكون trace trace route هنا يقول the trace route is a computer network tool used to determine the router taken by the packet across the channel and network باع هنا كيف اعطاني اعطاني تفاصيل كاملة باع هنا شون اعطاني تفاصيل كاملة بين وبين Cisco يقول لي كذلك برس واتخليها كموقع Cisco هنا يباع هنا copy مخرجات للاثنين واضح كيف يكون هذا مختلفا عند الانتقال الى Cisco من موض الامر واضح مختلفا عند الانتقال هذا يريدكم الطبقو هنا يريدكم الطبقو انا فقط وضحت لكم يعني كيفية الاستخدام لكن يكون بعض المفاهيم ضرورية جدا ياريت ان الطبقو تبعثوا لي اياها لان هذا اذا تعرفت عليه يعني يعطيكم احنا نقول حتى في سبيل ما ناخذ وقت اكثر لكن راح تلاحظون هي واضحة جدا واضح المصطلحات الطريقة الاستخدام احنا وضحناكم اياها واضح فقط انه يريدكم المطبقو حتى تستفادون انت قارن يقول لك جزء اول بالجزء الثاني عمليات مقارنة في سبيل انه يعلمك كيف انه انت تستخدم هذه يعني كيف تستفاد من المخرجات كيف تقرأ هذه المخرجات استخدم يقول في هو عبارة عن برنامج تتبع خاص يمكنه عرض يعني نتائج مسار البحث رسوميا هذا كذلك استخدم اذا كان لديك مشكلة في تنزيل او تثبيت فاطلب المساعدة واضح قم بتسجيل عنوين الابي في المسار يعني في المفكرة السيسكو استخدم برنامج هذا تتبع مسار المؤدي الى سيسكو يقول هذا كذلك نقدر نستخدم ويسيسكو هنا نقدر نستخدم ويسيسكو ويقول لي سجل هذا العناوين باعوا من حاسب الى سيسكو هذي وين باعوا هذي سيسكو الابي مالته هس انا اذا نسخت هذا الابي 22 27 24 وخليت بالبراوزر يفتح لموقع سيسكو واضح يقول لي سجل لهذا الابي الى موجودة واضح هذي كذلك انه يعني من ضمن الوادي وات باعوا هنا كيف ظهر لياها مقارمة النتائج بالخطوة الاولى والثانية والثالثة قارن النتائج اضيف ادرج المسار المؤدي لموقع باستخدام هذه الادات ادرج المسار قم بسرد المسار المؤدي الى سيسكو باستخدام الادات التي تستند الى الوب على موقع هذا الادات الافرة التي استخدمناها نقب القليل واضح هذه يعني استخدم مرة ومرة هذه الادات وعلى نفس الموقع سيسكو دوت كوم قم بسرد المسار المؤدي الى هذا باستخدام هذا الفيزوال وكذلك فاللي قارن بين النتائج حاول ان نتصل الى اسئلة تمرينية هنا يقول لي الان بعد ان شاهدتم تتبع المفاعل من خلال ثلاثة ادوات الفيزوال اللي هو اي تصورات ندمت عن استخدام الفيزوال لم توفرها الاداتان الاداتان الاثريتان او الاثريان واضح الملحق هنا يعطيني ملحق الملحق اليف هو الملاحق بنتائج واضح اكمل تتبع وكذلك البقية هذه لما احنا سونا يعني لأكمل كذلك هذا الملحق الخاص ب افريقيا المواقع افريقيا وستراليا وغيرها واضح اذن هذا كل ما انفص ايش كل ما انفص الاب الاب اليوم اللي هو يتحدث عن اربعة هي الاول استخدام الادات وكذلك الادات اللي هي استخدمناها قبل قليل اللي هي تمثل بالصبنت online واضح وكذلك الادات اللي هي تستخدم في ادوزة يعني على التعبن في يتستخدم trace route واضح وشفتوا انتو كيف انو احنا استفادين من هذه الادوات هذا كل ما ارتفع محاضرة اليوم شكرا جزيلا لأصغاءكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة